الطالب في السنة الأولى يأخذ هذا المساق وهو ليس بضرورة أن يرتبط بعلامات ولا يضع على كشف علامات الطالب الهدف الأساسي من هذا المساق هو تعريف الطالب بالجامعة وبأنظمة الجامعة وبتعليماتها وكيف يقضي الفراغ وإلى أين يذهب وكيف نخلق فيه حب الانتماء للجامعة لأنه يحدث هنا أيضا مشاكل أخرى كمان بالإضافة اللي بتحكي ثقافة العلاقات كمان ثقافة الزواج والثقافة الجنسية وأنا عم بطالبه في الكثير من الأكاديميين الآن أنه كمان مهم أنه مو بس ندرس مساقات جافة وجامدة لجب تكون كمان أنه علاقة مش عم نشوفها على الفضائيات بمدارسنا وفي جامعاتنا عم نخجل نحكي فيه ليه هذا يجب أن يكون هذا بشكل مسبق قبل دخولنا إلى الجامعة أيضا المدارس نحن نعاني من كثير من المشاكل والتصورات الخاطئة عندما يأتي الشاب إلى الجامعة أو الفتاة إلى الجامعة وتنشأ علاقات غير مقبولة على الإطلاق ربما تتعدى إلى العلاقات للأسف العلاقات الجنسية إذا أنا أقترح بأن يبدأ التقيق أو الزواج العرفي من خلال المدارس وبيان كيف يمكن أن نبني علاقة سليمة وصحية بين الطرفين بين الشباب يمكن أن يكون هناك حرية دكتور يعني إحنا ما بدنا نحس أن الجامعة مكان لإنفلات من كل الممنوعات في ضوابط عندنا ومنأكد أن جامعاتنا منعتز ومنفتخر فيها لكن حتى الاستثناء البسيط يزعجنا وبنغص علينا إحنا كأردنيين ما منحب أي شيء لنتحدث فيه موضوع كمان الإنترنت والعلاقات العاطفية الصبح بالجامعة أو بالليل بغرف الدردشة وهالأشياء مسؤولية مين كمان هذا؟ هذا الفضاء الواسع نحن نعرف وزارة الداخلية أصدرت تعليمات شديدة على مقاهي الإنترنت يعني بجوز إذا حبيت بس أعرج على قضية الاستغلال أو وضع الأمور الاقتصادية أنه استغلال الفتاة يعني حقيقة ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها المجتمعات نتيجة الأزمات العالمية الأزمات المالية التي نشهدها كلنا وحنا حقيقة مش بمنأة عنها أصبحت حتى حقيقة الفتاة تبعث عن شخص ارتباطه فيها ارتباط مصلحي ارتباط قائم بس عند البعض دكتور بختلف فيه ناس كتير ممكن ممحوا المصاري بس ظلوا عندهم نزلوا نفسها ما عملوا علاقات لا نربط الفقر دائما في العلاقات احنا حقيقة احنا ما بنعمم دائما احنا بنحكي عن قضايا وإذا عممنا يعني نلقي بأنفسنا نلمان نخلي الأزمة والفقر شرما على أخطائنا لا نعمل لا لا نتكلم عن أبعد من ذلك ولكن لابد من الإشارة لابد من الإشارة على بعض هذه الجملة نعم مصلحة نعم بالعودة إلى موضوع الإنترنت يعني قضية الحب وقضية العاطمة من البداية هي موجودة ولها تاريخ يعني العلاقات كانت علاقات برسائل ورقية نعم إذا بدك تاريخيا كيف كانت رسائل بالضبط كانت بالشارع بس ما كان هالممنوعات وغرة في الدربة الشهاية بالنفس الوقت ما كان فيه اختلاط ما كان فيه اختلاط بين الطلبة اليوم الاختلاط أنظمة التعليم الحديثة المدارس المختلطة الجامعات المختلطة هذا و هذا وضع طبيعي احنا مش ضد هذا الانفتاح بالعكس بس احنا قضية التاب وقضية التحريم يعني غير معقول يعني في الصباح في الجامعات وفيها اللي رح نحكي كمان عن السكن بطالبات نعم الاستقلالية وإنترنت يعني بكل الجهات مش جهة واحدة نعم أنا أنا وفق في رأي لكن احنا الآن في عنا جهات مسؤولة في عنا وزارة الداخلية في عنا إدارة البحث للجنائي وانا استمعت من خلال برامج برامج كو برامج تلفزيون عن يعني بعض الأجهزة الأمنية هي حقيقة مهمتها كانت ترصد مثل هذا القضايا نعم جميل من هكارز اللي كانوا يعني أو الدخول على يعني هلأ الدخول على مواقع هي بظن مسألة يعني مسألة الصاحب الكافية نفسه وأنا حقيقة لما ارتد أنا يعني كاد بقول حتى ارتد يعني بعض مرات بيكون جوز عندي النت مش يعني متوفر ففي عندك الرقم الوطني الآن انت بتدخل على أمي كافية نعم بتقدم هويتك في أخذ الرقم الوطني جميل هاي تعليمات في غاية الأهمية نعم هاي حقيقة هاي رقابة بتخفف و رح يكون الأسلوب يعني التعاطي مع الانترنت والطاق هاي يمكن بأماكن المقاهي الانترنت لكن في منازل هاي المشكلة يمكن الأبنش موجود أو حتى ما بتقدر تعمل رقيب على ابنك وبنتك الجامعية بيحط انترنت ببيت و ما رح يكون عندهم هالرقابل لا بد من العودة للأسرة لأنها هي الحظ الدافئ هي هي المكان اللي لازم تشيئ بطريقة صحيحة إذا فقدنا الأسرة فقدنا هذا الحظ الدافئ يعني كبيرة هاي بالجامعات من خلال وجودك بجامعة خاصة دكتور إسمائي يعني هاي الدردشة والانترنت شهي الفئات اللي بتبحث عن الحب غير بالجامعة من خلال الانترنت والله أنا بعتقد بالوقت الحاضر يعني قضية الانترنت بطلت يعني هذيك يعني هذا الموضوع اللي كثير يعني سرعة بصير إحباط بعدين نعم يعني حتى يعني مش سرعة حاليا بالجامعات لأنه تعرف جوزنا من موضوع الانترنت يعني من فترة جوزنا يعني يعني هذي يعني ختلنا الأمية مع الانترنت فبالتالي يبطل كثير يعني ثقافة جديدة ممكن هاي ترتبت بالبلدان اللي ما عندهم ثقافة الاختلاعات الحب عن طريق الانترنت والإحباطات اللي بواجهوها بعدين أنا بعتقد الآن علاقاتنا وإن كانت بسيطة ممكن كنوع من الدردة شواضعة الوقت من خلال الشاتنج أو الانترنت لكن حقيقة العلاقات العاطمة هي أكثر مباشرة صارت فيها صراحة ومباشرة من شكل أكمية نعم نتقل لسكن الطالبات تحسين بيمنح الفتاة حرية واستقلالية أم ضبط داخلي وخوف في السابق كان ضبط داخلي وخوف أما حاليا مع غياب الرقابة على السكن الطالبات أصبح هناك حرية وانفتاح وربما أحيانا في بعض السكنات للأسف أصبح هناك انفلات سكن الطالبات الجامعي هل يمنح الطالب مساحة من الحرية والاستقلالية أم أنه يشعرها بضرورة ممارسة الضبط الداخل والشعور بالمسؤولية السكن في منازل الطالبات هو ضرورة تفرضها بعد مكان السكن الأصلي عن مكان الجامع التي يتم قبول الطلبة بها أو الطالبة بها لكنه موضوع إشكالي على الرغم من بساطته الظاهرية فحين تسأل طالبة عن تجربتها في سكن الجامعات تجدها في حيرة من أمرها إذا ما كان أفضل وإذا ما كان يمنحه حرية من نوع خاص وفرصة للاستقلال عن الأهل ولو مؤقتا أو إذا كان يتسبب لها بحالة من الشعور بالمسؤولية عن ذاتها ويتطلب منها مزيدا من الرقابة الداخلية التي قد تكون متعبة أحيانا حول هذا الموضوع أيضا زميلتنا رغدة الخرابشة كانت بجامعة اليرموك ورصدت بعض الأرأي عفراء أي شكم تفضلي داخل حرم الجامعة ولا الخارجي؟ لا طبعا من داخل حرم الجامعة من جهة الأمن إنه من ناحية أمنية يعني البن ترتاح نفسيا لما تكون داخل السكن فيه أمن من الجامعة طب رأيك السكن هو بيعطي البن تجزء من الحرية وتحمل مسؤولية ولا خليها تعمل بذهية؟ لا طبعا يعني حسب إنه كل إنسان إله ضابط داخلي بنفسه يعني أنا بإمكاني مثلا إنه أعمل الفيديا لأنه أهله مش هون بس أنا إنه حطى لنفسي ضابط إنه ما أتعدى إلي حدود ما أتعداهم فيه بنات بكونوا لأ عندهم حطين منطلق عندهم إنهم يتحملوا مسؤولية حافظوا عن نفسهم يجربوا يعيشوا بعيدا عن أهليهم ويتحملوا كيف الواحد ممكن يعيش حياة مستقلة ويتصرف يأخذ حقوقه ويمارس أي شيء بده إياه بس لحد معين فيه ناس لأ تأخذها باتجاه الغلط إنه خلص بدها تعيش برة وبدها يعني تسوي أشياء ما كان مسموح تسويها عند أهلها أو إنها تمارس أشياء غلط يعني مرات السكن بيكون ضار مرات نافع بس حسب الإنسان يعني كل الشغلة بالدنيا الإنسان هو اللي بيخليها منيحة إلو ولا لا فاطمة برأيك تخلي الجامعة عن السكن داخل حرم الجامع هل هو إيجابي أم سلبي؟ سلبي لأنه ما في أمان أكتر يعني الجامعة بيكون أمان أكتر بتأخذي حريتك أكتر بيكون يعني ما في قيود زي هون يعني هون ما في أمان ما فيش أمان أكتر من الجامعة الجامعة حلم الجامعة بيكون أمان أكتر آه طبعا أكيد بفضل لأنه لمنكون السكن داخل الجامعة بيكون أمان أكتر ناخد حريتنا أكتر وبكون أفضل من هيك مع أنه إحنا بنشعر بالأمان في سكننا أكيد سكن الجامعة معروف بس يفضل أفضل من هيك أحسن لا هي فكرة سلبية أنه تتخلى جامعة عن السكن الداخلي لأنه السكن الداخلي كتير إشي مهم حتى الطالبة تشعر بأمان حرية أكتر ونظام أكتر بالنسبة للسكن الجامعي إذا كنا بنتكلم على السكن الحر لطلبات الجامعة فهو إلى حد ما بيبقى فيه نوع شوية من الحرية قد يساء استغلالها من قبل بعض الطلاب إن بيشعر إن الرقابة غير موجودة بيقدر يخرج أو بتخرج في الوقت إن هي عوزة فمفروض إن يبقى فيه عوامل أكثر للضبط الاجتماعي المتعلق به مثل هذه الوحدات السكنية يعني يزاد الإشراف عليها يبقى فيه نوع عنواع الرقابة الأهل ما يتركوش الأبناء بين حين وآخر يقوموا بعملية زيارات تتبعية لأبنائهم متابعة سير العمليات الدراسية وتقدمهم فاستكن الجامعي إذا لم يتم توزيفه بالشكل المطلوب يعتبر أداة خاطرة على شبابنا في المجتمع